مستشفى الشفاء أختي وأخي تحول من مستشفى إلى مقبرة لكن حتى كمقبرة هي مقبرة دون أن يسمح للطواقم الطبية دون أن يسمح للمسعفين للممرضين للعاملين في المستشفى أن يدفنوا الجثث هناك أحد أبناء عمي يعمل طبيبا في المستشفى تحدث لي بمنتهى المرارة والوجع قال لي عندما حاولنا أن ننتشل أو نخلي بعض جثث الشهداء الملقاع في كل طرقات مستشفى الشفاء أطلق العدو النار على الطواقم الطبية وهناك من الأطباء على الأقل طبيبين وممرضين استشهد داخل مستشفى الشفاء هذه جرائم حرب أختي جرائم حرب بكل ما تعني الكلمة هذا إرهاب دولة منظمة هذه حرب تطهير عرق ضد الشعب الفلسطيني اليوم الأرقام الرسمية نحن في اليوم الأربعين من العدوان الأرقام الرسمية المعلنة حسب ما تمكنت به وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من عمل إحصائيات أولية تتحدث عن 12 ألف شهيد بينما حقيقة الأمر أن هناك 17 ألف شهيد تقريبا ما لا يقل عن 7 ألاف شهيد جثمينهم ملقا في شوارع القطاع من الشمال إلى الجنوب تمنع طائرات العدو المصيرة وتمنع قوات العدو جميع أهلنا في قطاع غزة من انتشال الشهداء لدفنهم وللأسف الشديد بمنتهى المرارة والواجع الكلاب تنهج جثث شهداءنا الغربان تنهج جثث شهداءنا هذا الذي لم يحدث على امتداد التاريخ لم يشهد له التاريخ البشري شبيها طبعا هناك أكثر من 10 ألاف شهيد آخر ما زالوا تحت الأنقاض ولا يسمح العدو لأحد من ذوي هؤلاء الشهداء أو الفرق الإسعاف بانتشال الشهداء المرارة الأكثر أن العدو السهيوني تمكن بقصد ومنخطط مدروس ومنهجي من ضرب كافة البنية التحتية للمنظومة الطبية والصحية في مدينة غزة وشمال القطاع أخرج جمعية الهلال الأحمر بالكامل عن الخدمة أخرج مستشفى القدس الدولي عن الخدمة أخرج مستشفى الأندونيسي عن الخدمة مستشفى النصر التخصصي مستشفى الطب النفسي النصر للطب النفسي مستشفى النصر للعيون مستشفى كمال عدوان مستشفى العودة وغيره طبعا هناك بالمناسبة أيضا ضمر مستشفى مهدي وبعضهم أبناء خائلتي استشهدوا في هذه المستشفى أقاربي أنا على المستوى الشخصي استشهدوا وهناك الطبيب باسل يوسف مهدي كان يوجه نداء تلوى النداء أن هذا مستشفى مخصص للولادة ولجأ إليهم مئتين من الجيران النازحين الخائفين من العدوان نزحوا يعني ووجه النداء تلوى النداء للصليب الأحمر استشهد هو وشقيقه وزوجة شقيقه وكام الأفراد أسرته وجميع المئتين من النازحين